اشتركوا في القناة حكم الناس اللي هي بتاكل القرص بتاع البنات والكلام ده عايزين بس نشوف ايه حكم الشرع فيها الشرع الاسلامية يعني القرص بتاع البنات عندنا متعارف عليه في العرف ان احنا في الاريال في خصوصا بياخدوا قرص البنات بيستولوا عليه يقولوا لا املهمش ايه ممكن في الدين من الانسانة اللي هي تطلق من جزء علشان تاخد معاش بتاع والدها وبعد كده يرجعوا تاني عرفي هل ده حلال ولا حرام الوقت الواحد مثلا نم وصح عبل الفجر بساعة ينفع الصلاة العساء هل الصلاة في المساجد التي بها اضرحة بها ضريح هل فيها اي مشكلات هل هي مقبولة لان احنا الحقيقة تعددت الاراء في الاولى الاخيرة بشأن الصلاة في هذه المساجد السنة المؤكدة للفجر قبل يعني انا دلوقتي في البيت مقدرتش انزل والفجر قزي ويقام الصلاة اصلي السنة ولا ما اصلي السنة طيب العصر انا عداني العصر قاموا الصلاة في العصر اخش اصلي السنة للبعد ما اصلي الفرد بتاع العصر ولا اصلي قبل العصر يا جوز عندي عدة غريبة انا احب دقا في التقارير حاسس ان التقارير ده في الدقي حاسس كده عندي احسان مهم خلونا الاول نرحب بضفنا العزيز فضيلة الشيخ الدكتور احمد كريمة استاد الفقه المقارن بجماعة الازهر منورنا مولان بارك الله فيكم واحسن الله اليكم ربنا يخليك مولانا واحد مترجع للتقارير تقالى عندنا اسئلة كتير بس حضرتك اخترت تقالى لا ابدأ بده اللي هو الصلاة في المساجد اللي فيها اضرحة ايه رأيك مولانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه واتبعه دا وبعد اولا يا سيد الكريم لم يرد نص شرعي يمنع الصلاة في مساجد بها مراقب للصالحين لان الحريم او المنع او الكراهة لابد من دليل شرعي ولا دليل فيبقى الامر على الاباحة حيات المتسلفون ويريدون اخبارا واثارا مغلوطة يعني يقولوا ايه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المقبرة فرق بين حكم الصلاة في المقابر اللي هي محل دفن الموتى وفرق ما بين مسجد فيه قبر هم خلطوا الامور للالباس على الناس ما بين حكم الصلاة في المقابر وحكم الصلاة في مسجد فيه مقبرة حكم الصلاة في المقابر طبعا ممنوع لشبهة النجاسة ولذلك جاء في معرض نهى رسوله صلى عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبالة ومعاطن الابل وقارعة الطريق اما للتدليس جاءوا بخبر المقبرة فجعلوه على المساجد التي بها اضرح لو كان الامر كذلك اذا لكانت الصلاة في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبها سلاسة مراقب لسيدنا نبع السلام وصاحبيه الكريمين سيدنا ابي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم نقرأ الآية في صورة الكهف قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجداء فالصلاة في مساجد بها مراقب الصالحين حلال وجائزة وصحيحة فتح الله عليك مولانا وطمنت الناس اكتر واكتر طيب هروح لسؤال مركب متعلق بالمواريس امرأة لا تنجب هل يصح ان يهبها زوجها شيء بعيدا عن الميراث ده واحد والتاني ما حكم من يرفض توريث البنات بالنسبة للزوجة اذا كانت لا تنجب وخشى زوجها عليها الغدر او يعني عوامل معينة طبعا معروف هو الأعمار بها دي الله عز وجل هي يعني مثلا هي بعده هتارس اللي لم يكن هو له أولاد هتارس الربح فإن كان له أولاد أنا بكلم عن رجل نفسه يبقى هتأخذ الثم طيب هو يريد أنه يجعل لها ما نسمي تأمين أكثر لا مانح في حياته أن يهب لها شيئا ما شاء لأن الإنسان حر فيما يملك حال حياته إن شاء الله يهب لها إنما بأن فرق ما بين ما بين الهبة والوصية لو أوصت بأوصية باطلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أو أخرجه الإمام مالك في الموطأ لا وصية لوارث وصية بأواطلة لكن له أن يهب ما يشاء بس بنقوله يعني وبالعدل حتى لا يضار باقي الورسة أنا علشان مش حافظ الآية بدقة من سورة البقرة وربنا سبحانه وتعالى بيتكلم فيها على المواريث دي في صورة النساء الآيات من بعد وصية يوصين بها أو دين حلو يعني من بعد الوصية لا الوصية لغير الورسة لغير الآية يعني إنسان يريد أن يوصي لمؤسسة خيرية يريد أن يوصي لبعض أقاربه الذين لا يرسون ممكن يبقى بتنفس في حدود الثلث الثلث وده حديث سيدنا سعد بن أبي وقصر دو العامل ما قال يا رسول الله أريد أن أوصي بشطر مال يعني النصف قال لا كثير قال بالثلثين قال كثير قال بالثلث قال الثلث وكثير لأن تدعوا راستك أغنياء خير من أن تدعهم على يتكففون الناس نأتي للشق الثاني حضرتك قبلها الهبة هل من الممكن أن يهب كل ما يملك لمن شاء زوجاته أحد الأبناء بنته أحد الأبناء أحد الأبناء هنا لا في حديث بقى في البخاري اللي هو عن النعمان بن بشير رضي الله عنه الحديث طويل لما قال يعني أعطاني أبي عطية فزعبتوا للنبي صلى الله عليه أردتوا أن أشهدها علي قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا قال لا أشهد على جور اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم فبنراعي في الأولاد العدل يفرض الولد عاق أو فاسل لا بالضبط إلا أن بعض الفقهاء كالحنابلة استسنوا أمورا منها ما ذكرته قالوا يعني إذا كان الولد سيضيع المال أحد الأولاد يعني أو هناك أحد الأولاد من زوء الاحتياجات الخاصة وده كثير قال لا ممكن أن يؤمن له شيئا من باب الهبة رعاية له اللي هو هما زوء الهمم أو زوء الاحتياجات الخاصة نعم الشقة الثانية الشقة الثانية شوف يا سيدي الآيات في سورة النساء أولا الله سبحانه وتعالى قال دي الآية السابعة للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا مفروضا لفتوريس النساء فريضا هنيجي بقى مع سياق الآيات هنلاحظ إيه حضرتك هنلاحظ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مستحظ الأنسيين نمر الحالة التانية فإن كنا نساء فوق سنتين فلهن ثلثاء ما ترك الحالة الثالثة وإن كانت واحدة فلها النص سبب نزل هذه الآية ماروية أن أوس ابن ثابت رضي الله عنه وارضا كان من الأنصار يعني لما مات كان ترك زوجة وترك سلاس بنات وابني عم فأولاد العمومة أخذوا المال لم يعط الزوجة شيئا ولم يعطوا البنتين شيئا فقال لهم النبي السلام لما فعلتم ذلك قالوا لأن النساء لا يركبنا خيلا ولا يرهبنا عدوا ولا يدافعنا عن الزرع والضرع والكلام فأنزل الله تعالى هذه الآيات يوصيكم الله في أولادكم وفيه سبب آخر ماروية أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما استشهد في معركة أحد احنا ما عندناش حاجة اسمها غزوات ما عرفش المصطلح ده تسلل إلى كتب السير الزاية الرسول ما غزى أحد الرسول ما غزى أحد كل المعارك كانت دفاعية لكن ما عرفش حتى يقول غزوة بادر المهمة الحكاية دي مهمة لأنه وأنا صغير جدا طفل سألت مدرس التربية الدينية عندنا في المدرسة لأن أنا قلت إيه قلت معركة بادر قال لي لا اسمها غزوة قال لي اللي كان فيها الرسول غزوة اللي ما فيهاش الرسول معركة أو حرب قلت له أيوة ليه ما دليش إجابة لا ما يديكش هو للأسف أخطأ لأن أولا بدر مثلا بدر وأحد وصقطني شفا وتسلق بدر وأحد هي كانت في المدينة يبقى الرسول ما راحش ده هم جملة غاية عنده فالمهم في ساعد ورسول عمره ما كان غازي يعني لا 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 جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما سشهد في معركة أحد فطبعا العم هنا أخذ أيضا الأموال فجاءت أرملته أرملت سيدنا جابر بن عبد الله قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جابر استشهد في أحد وإن العم أخذ مال البنتين وهنا لا يتزوجان إلا إذا كان لهم مال فأنزل الله تعالى هذه الآيات يوصيكم الله في أولادكم فهنا نقول لمن يمنعونه أو يلتفون أو يتحايلون أو يعطلون مواريس النساء أقول لهم أرجوكم اقرأوا الأيات في سورة النساء سنجد يوصيكم الله وصية من الله فريضة من الله تلك حدود الله نجد ربا طب تعالي زي تاني ها عالي زي تاني فدي منع النساء من المراس جاهلية أفجر لك بقى مفجأة من العير الثقيل قول لو كان إنسان لو كان إنسان يعلم وتعمد تعطيل مراس النساء مرتد وخارج عن الإسلام يا أيها نعم لأن ده أمر زي الصلاة وهو نصيبا مفروضة وصية من الله فريضة من الله تلك حدود الله هو المراس ده مقدرات شرعية قطعية لا يقبل التغيير ولا التبديل لا في الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل مثل أقيمه الصلاة لو أنكر إنسان الصلاة سوم رمضان لو أنكر إنسان فرضية الصيام الحج الزكاة يبقى مرتد عن الإسلام خدت بالك فأنا هنا بحذرهم طبعا وحذرهم طبعا إنه هو هيعتبر بيفعل أفعال جاهلية وبتعبير العالم النوراني سيدنا الشيء محمد متولي الشعراء وعليه رضوان الله من عطل الميراس فقد رد الأمر على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يا ربنا وإن أنتوا تاخدوا بالكم من بناتكم اشتسبوهم كده في الهواء الطلق لا خلونا نروح للفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وإستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر استنونا أنا أفتح التليفون أدوس عن بتاعها دي تطلع للأسئلة على طول خلونا الأول نرحب مرة تانية بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وإستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر طيب سؤال كمان لو واحدة ستتزوج بدون مشورة أبيها ولا تعترف به في حياتها هل يصح ذلك شرعا؟ لا هي مسألة الولي في عقد الزواج من المسائل المختلفة بين الفقهاء لكن هنبدأ بالراجح ما قاله الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية اللي هو بيوسف محمد بن الحسم قالوا لابد من الولي طبعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل حل يعني أبو حنيفة رضي الله عنه أرضاه وقال المرأة الرشيدة لها أن تزوج نفسها الظاهرية قالوا الثيب تزوج نفسها لكن البكر لود لها من ولي طبعا إحنا خروجا من الخلاف إحنا طبعا مجتمع شرقي بالدرجة الأولى بنقول أن على الأقل يكون الأهل على علم لأن ذا عرضهم وشرفهم طبعا فإنما زي أن البنت هنا أو المرأة يعني أو الأنسة تطوح بمشورة الأب دي أولا قطيعة رحم واستهان بحقه لأن من حقه أن عرضه يصان وأن يكون على علم يعني حتى إذا كان يا أخي في عفوا الإماء وإن كان دت لغى لكن الحكم ساري لأن حكم قرآني فانكحوهن بإذن أهلهن فما بالك بالحر الله فما بالك بالحر فلا إحنا بنا نصح لابد أنها إحنا بيش بنقول هنا أن الأب يكون ليه وليه تستبداد ولكن هو ينقل الرضا والاقتناع من ابنته في مجلس العقل ليحفظ كرامة الأسرة وكرامة العائلة لا وتكون الأمور في وضح النهار ولا هو عليها حق النص أنا أبوكي خايف عليك دي ناسي مش عشان حاجة نعم مولانا نورتنا وشرفتنا كما جرت العادة إلى أن نلتقي بإذن الله يوم الكنين اللي جاي كده إن كان لنا العمر قول إن شاء الله يا ربي بمشاعة الله يا ربي بمشاعة الله ربنا أخبر كده كل الشكر لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة واستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر خلصة الحلقة أخيرا كده قبل ما مشي بص جماعة الأوروبيين هذا العرق الأب ما بيحبناش ما بيحبناش ما بيحبناش ولو عليهم يستعبدونا والله العظيم ما بغذر لا بيحبوا لنا ولا بيحبوا عرقنا ولا بيحبوا ثقافتنا ولا ليهم فينا ولا هيرضوا عننا وبيني وبينك إن شاء الله عنهم مريضيو خلصة الحلقة لحد كده ولو كان لنا العمر نتقابل بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة سلامات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر